في حالة من الغضب على السوشيال ميديا الحقيقة بقالها فترة بسبب التردي والانهيار اللي الناس سيفاه في حياتها ففي أكتر من هاشتاج اتصدر تويتر النهاردة ومبارح بيعبر عن الغضب الشعبي كان أبرزهم الهاشتاج اللي بيقول اللي بيحصل في البلد ده أو هاشتاج اسمه السيسي خلاها مجاعة انتقد النشطاء تعامل السيسي مع البلد على انها عزبته أو عزبة خاصة بتاعته زي ما كتب أحمد أحمد كتب الحساب ده أو كتب في الحساب ده بيقول اللي بيحصل اللي بيحصل في البلد باختصار واحد فاكرها عزبة أهله خربها وضيعها طقر الشعب وجوعه ودمر البلد ولسه بيقاوح انه طبيب الفلسفة ويقولك ففهمناها سليمان على أساس انه زي سيدنا سليمان في حكمته ده انت لو فهمناها لو فهمتها زي سليمان زي سليمان عيد مش هتخربها كده السيسي كل حاجة وعكسها ده أحمد الشعب ما شفش في عهد السيسي غير القتل والظلم والفق والجوع ربنا يكفينا شره ده اللي قالته أو حساب جوائرية جوائرية كتبت تقول بالنص كده انه لم نرى في عهدك سوى الابتلاءات الجور والقتل والأسر والتهجير والفقر والمرض ونقص المال وغلو المؤن والأوبئة والزلازل بنستورد أمح من أوكرانيا وزيت من روسيا وفراخ من برازيل ولحمة من التشاد وهنستورد قريب سمك روسي ورزو صيني وما عندناش تعليم وما عندناش علاج ما عندناش توظيف ما عندناش إسكان ربنا يكفينا شرك ده إيه ده يا جوائرية الحلوة دي ده إيه جوائرية تسلم إيديك والله الانتخادات طالت أيضا للجيش الجيش يا مدام الجيش للمدام اللي كانت زعلانا مني مبالح أنا بتكلم عن الجيش الناس كلها سمعة الجيش المصري بقت في الحديد الانتخادات طالت الجيش اللي بيتكسب من قوت الناس الغلابة ولسه كرشهم مش بيعطش ولا أرصدتهم في البنوك اتملت زي ما كتب حساب بإسم محمد يا مدام محمد بيقول إيه بقى بيقول إيه يا قارة الجيش ولوقاته لسه كرشكم مش بيعطش من دم الناس وقوتها لسه محتاجين أرصدها في البنوك إيه مكملين بعد ما كل حاجة نهارت وفرطتوا في الأرض والنيل وبقينا بلد بلا كرامة بقينا عبرة لكل الناس عايزين تكملوا لحد ما تمسحوها من على وش الأرض اللي بيحصل في البلد دي في مشهد شفناه غريب لأول مرة في مصر بيحكي خليك تعرف إحنا رايحين على فين أو وصلنا لأي مرحلة من مراحل حكم الفرد الواحد وسيطرت الحاكم على كل حاجة وإزاي أنه ماسك بكل خيوته في إيده حتى لو كانت وظائف زي النقل زي ما عمل السيسي أول مبارح في الفيديو ده كده الحركة دي الحقيقة جديدة جديدة نوفي نلنج فكرة جديدة خالص الصراحة وزارة النقل بقت من وزارات العسكرية زي كليات الجيش والشرطة كده وبقالها كشف هيئة ده كلام أحمد موسى أسوأ إعلامي مرة على تاريخ مصر اللي بيبرر عسكرة الحياة المدنية بوصلة الرأس الفاضح دي اسمع وكشف هيئة والمخابرات تبع التحريات وأمن الدولة يبع التحريات والرقابة اللي ديري تبع التحريات والحربية تبع التحريات وكل جهة في البلد تبع التحريات زي وزي اللي داخل كلية حربية بالضبط زي اللي زي داخل كلية شرطة بالضبط أنا ضامن العناصر البشرية اللي بتشتغل في المنظومة مية مية ما فيش وحد شيهم له أي انتماء غير لمصر ولا كذا ولا كما هم يسكوا حاجة وحنا هنقول كلام يعني بالسر دور وظائف مدنية في وزارة النقل وليست وظائف عسكرية تابعة وزارة الدفاع أو الداخلية وظائف مدنية بس الجمهور يقعد عشان يحضر عشان يختار أفضل ناس واللي هينجحوا هياخدوا ست شهور تاني ست شهور تدريب داخل الأكاديمية العسكرية يعني بعد ما يخلصوا كشف الهيئة وليه كحوا طب هو ليه تعمل مقابلات تعينات هيئة النار العام داخل كلية الحربية أصلا ليه هيئة النار العام تعمل مقابلاتها ليه داخل كلية الحربية السؤال التاني هو ليه رئيس الدولة يقعد بنفسه ده مازن اللي بيقول مش أنا بيقول ومقابلات المتقدمين يعني لو وظائف هي تنقل معمولة في كلية الحربية ليه أصلا أصلا وبعدين دي مش مهمة رئيس الدولة يعمل مقابلات لموظفين في وزارة وخلاص مفيش حاجة تانية يعملها آه مفيش يا مازن هو راجل فاضي هو راجل فاضي ومريد نفسيا يابني اسمع هو راجل فاضي وفارغ أنت تفاكر بيشتغل إيه أتحداك لو عرفت السيسي بيشتغل إيه بيشتغل يأكل يشرب وينام وعلى مزاجه يحدد يقابل مين نهاردة أو ما يقابلش مين أنت تفاكر ده بيشتغل حاجة ما بيشتغلش حاجة من أيام حسني ومن أيام السادات رئيس الدولة بيشتغلش حاجة لا السادات كان بيشتغل حاجة اسمع مني وقرأ كل مذكرة الناس ولا حسني مبارك كان بيشتغل حاجة ولا السيسي بيشتغل حاجة خالص دي ناس تصحى الصبحة كده عايزين نعمل إيه في البوستة نهات البوستة نمضيها ودلوقتي عايزين نطلع ودون الحتة الفانية بس مشتغلش حاجة وده يتحسب واحنا في دولة محترمة الرئيس فيها بيتحسب واحنا في دولة محترمة الرئيس بييجي تبقى لبرنامج وكل يوم البرنامج ده بيعدي عليه انت فاكر الرئيس مونس الله ورحمه لما أول مئة يوم كانوا قاعدين يعدونه المئة يوم بالساعة طب هو قاعد عشر سنين على المخفي حد حزبه الراجل مسؤول عن كل حاجة في البلد ما جاتش على دي يعني زي أبو الأحمد كده بيقول الراجل حرفيا مسؤول عن كل حاجة في البلد عن كل حاجة من أول موضوع التعبير اللي بيرجع في الامتحانات أو مايرجعش مرن بالاستلاع على الشركات المستثمرين وبيعوا الأصول لحد بيعترانه صنفير ما جاتش على دي يعني آه على رأيه ده الامتحانات المشكلة أنه بعد الهاري ده كله في النهاية ولاد الأكابر برضو هم اللي هيتعينوا زي بيقول برضو محمود محمود بيقوله وبعد الهاري ده كله وتحريات ويكون موجود في الوظائف المنانية وفي الآخر ولاد العسكر والقضاء والشرطة يتوظفوا قريبهم وفي الآخر محصلة التعليم والبلد تروح ومش ترجع تاني حسبي الله ونعم الوكيل محمود عنده حق بدأيه الخبر الطازة ده من على موقع عين مصر واحد بس عين عشرين من قريبه في شركة مياه جنة اهو واحد بس شخص موظف عين عشرين واحد من قريبه في مياه جنة ابن اخته ابن اخته ابن عم حسين ولد ابن تعمه ابن عمه عشرين واحد برضو العسكر مش سيبين المواطن الغلبان في حاله بيزحموه على الوظافة المدنية زي ما كتبت امال امال بتقول يعني العسكر في الآخر يعني العسكر بعد ما سيطروا على مقدرات الدولة ونهبها على الآخر داخل علاقوة المواطن الغلبان يزحموا في الوظافة المدنية حتى يفتح مصدر آخر للتربح الوظيفة ستكون من نصيب المقربين ولو عايز الوظيفة ادفع السيسي لابد ان يفعل هذا حتى يضمن ولاء العسكر لانه لم يبقى في خزينة الدولة ما ينهب الدور الآن على نهب المواطن العادي وتحويل حياته الى جحيم امال مش ده الموقف الوحيد للدولة الفرد خلال الساعات الأخيرة لانه الفكر العسكري والحلول الأمنية وصلت بالسيسي الى انه يطالب المصريين بانهم يبلغوا عن ولادهم عشان يتقبض عليهم اسمها السيسي بوليه الشرطة اللي حصل فينا ايه ما تسكتش واللهاردة انا تتعاون لانك انت تقول خلي بالكم الابننا ده متلغبط احنا مش هنضلع نحن نحاول نشوف خل معاه ونعالجه ونفهمه وكده لكن انا سكتش ابدا على حاجة زي كده لان زي ما انت شفته كده احنا عادنا ما شاء الله تنجرتي عبدالفتاح وطأم نضارات كل نضارة غير التانية بيقولك بلغ عن ابنك وانت بتلقش انا هنعالجه هنعالجه في ترى هنعالجه في سجون بدر هنعالجه هنروأ مش هتشوفه تاني يعني انا وصلنا الحقيقة الى ليفل عالي قوي في ترتيب الدول الموليسية زي بتقول حساب باسم داليا داليا بتقول وصلنا الليفل الاهل يبلغوا عن عيالهم عن ولادهم ودي حاجة تضعنا في مصاف فقعت الدول البوليسية اخيرا هناخد ترتيب في الدكتاتورية الجميلة والله احسنت يا داليا الحقيقة السيسي فاضي وما هنشوف قادي علاق عبد اللي اسمه ايه ده وزير عدل زيادة مدة الحبس الاحتياطي بسبب الاحداث الارهابية والاقتلات التي تتم ضد الدول اما ليه ده جزار وزير العدل ده جزار احنا السيسي فاضي ده اللي عايزة أولاك عليها وما عندوش حاجة يعملها ولا عند وقت كمان لو كان عند وقت كان نزل شاف بشاكل ناس زي ما كتبت ريهام او حساب باسم ريهام بتقول طيب مدام عندو وقت فاضي فراغ ومش تلاقي حاجة ما هيعملها ما ينزل الاسواق ويشوف حال الناس ومشاكلهم قال له يا بعل من الهافة قال له تعافي فراغ وتصدر علي العوض ومنه العوض فيك يا مصر والله يا ريهام عندك حال هي دي النتيجة يا حضرات النتيجة الطبيعية النتيجة اللي ممكن توصل لها اي بلد مع حاكم فرد السيسي مش فاضي للغلابة وقال له عايز صراخهم ويسمع صراخهم لكن طالع يقول الناس احنا مناش دعوة بالاسعار ومش احنا مش السبب في الاسعار زي ما عرضنا لكم كده من يومين وده اللي خلى النشاطاء يطلقوا هاشتاج اسمه السيسي خلها مجاعة عشان الشعب المصري بقى حاله يصعب على الكافر زي ما قال حساب باسم حاتم حاتم قال شعب غلبان على أمره تخيل من شهور مكلش فراخ واللحمة دي تدخل البيت في العيد بس حال المصريين بقى صعب ويصعب على الكافر ناس دي ما لجل ربنا السيسي خلها مجاعة الناس حالها بقى صعب جدا وكتير منهم بيشتكي انه مش عارف يوفر أبسط احتياجات البيت من أكل واللي بقى بيكلفهم فوق طاقتهم زي ما هنشوف في الفيديوهات دي واتكون مش خاطئين الأكل أمطمئة بس أعياء ورنشطة شوية الفيديوهات ما شريطة والعيش علشان تتعشق وتشبعه وننمتنا للمين الفقرين وربنا ينفحوا لنا فخنا فيلو اللبن اللي كان بـ 10 و 15 دي 25 جنيه طيب احنا أقد عاية أجيب اربع عينا بزبادئ بس الفيديوهات ما تكافلتش قطع تجيب تلاتة مش مهم ما أكل عينا زبادئ العياني وامراتي أجيب للزبادئ ثلاثة وتميتاشر حمسًا وثلاث وثلاثين الجنين بثمانين جنيه وهاتف جيبنا اقول عشرين جنيه قدم مي جنيه مي جنيه هيتعشه احنا اربع اقصان ده عشه خفيف حتى ما فيش عيش حوالينا تمانية تلاتين جنيه فطار يعني فطار حزب الله نعمل اوكيد مجد حزب الله نعمل اوكيد في كل زاني حزب الله نعمل اوكيد مش هالي البلد مش هالي مصر الله نعمل اوكيد احنا كنا بنوكل العالم كله كله بالآكب جاءت لنا يا مصرين هاكل هاكل رجال فرق هاكل 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 نحن الوقت ناكل اندومي اوه هو ده العاشة ده العاشة قدونا هاكل الحقيقة انه القسر محتاجة لأكتر من ربعمائة جنيه عشان تاكل كشري بس مش فراخ او لحمة في اليوم مش كلمك في الشعر بلون كشري وبس ومن الحجم الوسط مفيش داعي للحوم وفراخ والرفايات اللي مش لاش نازمة دي يعني الفرد في اليوم هياكل بمية واحداشر جنيه كشري وبس ومتوسط الاسرة اربع افراد يعني الاسرة هتاكل في اليوم بربعمية اربعة واربعين جنيه في تلاتين بألف وثلاثمائة وثلاثين كشري بس السيسي خلها مجاعة بس ده انا عايز اقولك على حاجة انا عشان بحب الكشري فعمال انا غرقان مع الناس دي تخيلوا يا حضرات انه محلات الكشري مبقاش في رز مبدئيا يعني يعني انا شكاوة كتير مش بتصني يعني بصلىها بالفيديوهات العلبة بسبعة وثلاثين ايه بسبعة واربعين بسبعة وستين تخيل انت متخيل انت متخيل ومفيش رز مفيش خلاص معاصر الرز مش موجود يعني ولو هتطلق الرز انا هتضرب طبق كشري بقى دي ده بثلاثين جنيه دلوقتي هواديك فين انا المجاعة دي اللي هتحصل دي في مصر بسبب تعويم الجنيه اللي عملوا السيسي ده اللي بيقولوا عوف مش انا بيقولوا لما انت ما عندكش زراعة لما ما عندكش لا زراعة ولا صناعة ولا انتاج بتعوم ام الجنيه ليه المفروض انت قاعد ليه على كرسي يا ابن المبقعة الله يكون في قون الشعب المصري السيسي خلاها مجاعة السيسي خربها بجد بجد السيسي هوية طبعاً لقوا هجوم كاسح وحملة كبيرة ضد السيسي بسبب الغلاء والجوع اللي الشعب عايش فيه راحوا طلعين عاملين هجمة مرتدة ومطلعين هاشتاجات عزيز مصر ومصر السيسي تنتصر دائماً بيردوا بيها على الشعب الغاضب على السوشيال زي ما كتب محمد وبعدد انجازات السيسي قالك ايه بقى صباح الانجازات ايه طعب بقى محمد قالك صباح الانجازات والاغبار الصرة مع عحلة السامة مصرية صباح الرعب على الخوانة والمرتزقة كله منور التايم بدربات الجزائل في حقيقة الام الماضية بفضل صبر ودعم الواطنين وهمة وفطنة عزيز مصر البني قدم دا يعيش ازاي؟ البني قدم دا يعيش ازاي والله بص السحنة باين عليه قالك صباح الانجازات ايه المشكلة لما نصبر مع السيسي وكل البلاد بتعاني حتى انجلترا دا اللي كتب والسيد برضو قال ايه المشكلة بس انا فيش قدر اقول كل حاجة وقالها سوف نصبر مع بلادنا والنصر هو طبعا يا ابن عزيسي لأنها صحيح بنعاني لكن مش لوحدنا في انجلترا مفيش طماطم وفي بلاد دا طبعا بيقبض دا السيد دا بيقبض لان دا ما عندوش لدين ولا ضمير لكن دا لجنة رسمي دا لجنة رسمي بص ارتفاع سعر كيلو تجيبنا الرومي لمتين وتمانين جنيف كارفور يا سنة سوخة يا سنة سوخة يا جدعان لا دا فيه حد هيستورد جيبنا رومي بقى يعني فيه حد فيه حد بقى يخش ايه بص كل ما السلعة تغلى اعرف انه فيه حد داخل يشتري بقى انا فيه واحد بعاتلي يا حضرات بس هو قال لي هجيب لك اسم اللوة كانوا في مؤتمر في دقائق احداد دول الاوروبية واخسم لي بالله اني وقال لي هجيب لك اسم اللوة اللوة جيش جايبين مترجم واحد من المغرب او حاجة زي كده لانهما في فرنسا تقريبا فلاقا بيقول للرجل المترجم ما تعرفش حد يساعدني استورد فراخ من البرازيل بيقول لي هجيب لك اسم اللوة اللي كان معنا في المؤتمر فيبدو ان لوقات الجيش داخله كل واحد بقى مفيش حاجة بتقف قدامه اللي يلاقي حتة يشتري فيه عايز يستورد منها يستورد السوق ما اعتداش تقف قدام لوة هتستورد سكر هتستورد رز هتستورد فراخ بحاش يقف قدامها خلاص انت ضابط جيش انت لوة كل دي لجان اللجان شغالة واحنا عارفين مع ان كتير منهم مش لقى يأكل زي ما ردت عليهم عائشة قالت لهم بالضبط كده فقط في مصر ابسط السلع البسيطة بقت في متناول الطبقات العليا نفس افهم ازاي في لسه لجان تطبل وفي منهم اصلا مش لقى يأكل مصر السيسي تنتصر دايما السيسي كلها مجاعة ضبط مواطن يدبح حسنين بقرية بالمنصورة لبيعهما للمواطنين ايوا ما انا عايز اقولك يا علي ان في الحرب العالمية الاولى حصلت مشاكل كتير جدا في مصر الحرب العالمية الاولى حصلت سنة اربعتاشر بدأت تقريبا اربعتاشر الف وتسعمية واربعتاشر مصر اصيبت بأزمة اخلاقية رهيبة جدا فالناس كانت بتاكل لحم الاحصنة عادي جدا وطلعت فتوى دينية بجواز اكل الحوم الاحصنة الفرس الخيل والناس بقتاكل الاكل المعفن وانتشر سوء النفايات لدرجة انه مش بس كده انتشرت ايضا بيوت الدعارة واختفى المصرح الجاد ولم يتبقى بد مسارح مصر كلها الا مسرح جورج ابيض لان كل الفرق المصرحية والمسارح تحولت الى بيوت دعارة وانتشرت انهيار في الاخلاق في مصر بشكل فوق الوصف فده طبيعي جدا اللي انت بتشوفه النهاردة طبيعي جدا وحال التردي طبيعي جدا اشوفك بعد الفصل